المشاهدين بحسب المصادر فإن الأفكار التي تدرسها الإدارة الأمريكية حول كافية إحياء الاتفاق النووي بإمكانها أيضا ابطأ تدهور العلاقات بين طهران وواشنطن منذ إعلان الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي في عام 2018 وكذلك وقف انتهاكات إيران التي جعلتها تقترب أكثر من مستوى تخصيب اليورانيوم للاستخدام في الأسلحة كما أن هناك فرصة من قبل واشنطن منح طهران امتيازات اقتصادية قيمتها أقل من تخفيف العقوبات الذي نص عليه اتفاق 2015 مقابل توقف إيران عن انتهاكاتها للاتفاق النووي وإقناعها بالموافقة عن التراجع عن بعض خطواتها النووية إضافة إلى أن المصادر أوضحت أن من بين الأفكار التي تدرس أيضا بشأن إحياء الاتفاق النووي تشمل عودة مباشرة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015 وهو كان خطوة مؤقتة حيث أفاد مصدر آخر أنه إذا خلصت إدارة بايدن إلى أن التفاوض بشأن العودة الكاملة للاتفاق سيستغرق وقتا طويلا فقد تتبنى نهجا أكثر اعتدالا وتسأل المصدر ما إذا كان هناك توجه في محاولة تخفيف بعض العقوبات المفروضة على إيران ورأت مصادر أخرى أن واشنطن قد تجد سيئة سبلا أخرى لتخفيف الألم الاقتصادي على إيران لتمهد الطريق أمام صندوق النقد الدولي لإقراض طهران وأيضا أن تسهل وصول المساعدات الإنسانية أو تتبنى فكرة أوروبية لتسهيل اعتماني كما أن المصادر رأت أن المشكلة الرئيسية تتمثل حول من يبدأ بالخطوة الأولى في إحياء الاتفاق النووي ونشير إلى أن نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة في عهد ترامب أعلنت أنه يتعين على إدارة بايدن إدراك حقائق 2021 وليس عام 2015 ما يعني بحسب رأيها عدم وجود تخفيف مسبق للعقوبات على النظام الإيراني الذي وسع سلوكه الخطير